موسيقى وتتضمن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي نقاشات مهمة محورها الأوضاع الامنية والأوضاع اليمنية والضغوطات المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاق الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والقرارات الدولية ذات الصلاة شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركم فركسال ميد البحسن على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية من الأرض والبحث عن الطرق الترشيدية في عملية الريل للمزارع وتسخير الموارد البشرية في عملية الارتقاء بقطاع الزراعة جاء ذلك خلال ترأسه بمدينة المكلة محافظة حضرموت اجتماعا ضم وكيل المحافظة أمين باروزيق وهشام السعيدي ومديري مكاتب الزراعة والريب الساحل والوادي وعدد من المختصين في مجال الزراعة لمناقشة جوانب الزراعة وبحث سبل تحسينها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مسألة الأمن الغذائي وتطرق إلى إمكانية زيادة عملية التحصيل للمحاصيل الزراعية وخصوصا الحبوب وكذا الاهتمام ببقية المحاصيل الأخرى من الخضروات والفواكه من خلال استغلال الموارد الطبيعية من المساحات الجغرافية للأرض والمياه والموارد البشرية ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة اجتماعا موسعا للقيادات الأمنية بمحافظة مأرب لمناقشة عدد من القضايا والملفات الأمنية بالمحافظة ومستوى تنفيذ الخطة الأمنية للعام الجاري 2022 وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية وسبل معالجتها وأكد ألواء العرادة دعم مجلس القيادة الرئاسية الكامل لكل الأجهزة والوحدات الأمنية في محافظة مأرب بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية على أكمل وجه وثمن ما حققته الأجهزة والوحدات الأمنية في مأرب من نجاحات الأمنية ملموسة خلال الفترة الماضية وقيامها بدورها في تعزيز حالة الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة للمواطنين ومكافحة الجريمة المنظمة وضبط المجرمين وأداء كافة المهام المنوطة بها تفقد وزير الدفاع الفريق الرقم محمد المقدشي الوحدات العسكرية والأمنية وقوات الحرس الرئاسي والحزام الأمني بمحافظة أبيان واطلع على مستجدات الأوضاع الميدانية في ظل استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإنقلابية واستمرار خروقاتها للهدنة وخلال الزيارة استمع الوزير المقدشي من محافظة أبيان قائد محور أبيان الواء الركن أبو بكر سالم ومن قائد ألوية الحماية الرئاسية العميد الركن سند الرهوة وقادة الألوية والوحدات إلى تقارير تفصيلية حول الموقف الميداني على امتداد النطاق الجغرافي لمسرح العمليات ناقلا للقادة والجند تحايا رئيسي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مؤكدا التزام القوات المسلحة بالقيام بالمهام الدستورية والوطنية وفق موجهات القيادة العليا وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن الحكومة ظلت حريصة منذ اللحظة الأولى لانقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعمة من إيران على عدم الزج بالأطفال في الحرب وتجنيبهم آلات الصراع في الوقت الذي دأبت ميليشيات الحوثي منذ الإنقلاب على تصعيد عمليات تجنيدهم والزج بهم وقودا لمعاركها العبثية وتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة نظرا لسهولة التغرير بهم واستدراجهم وهو سلوك كل الجماعات الإرهابية وأجدد الإرياني التأكيد على حرص الحكومة الكامل على حماية الأطفال وصون حقهم في العيش بشكل طبيعي أسوة بأقرانهم في العالم ومذل الجهود والتدابير للحد من استخدامهم وتجنيدهم في الصراع المسلح الموجز انتهى أنتم الوطن بخير في أمان الله